السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خطواتي كديرين بساليكم باخير هنين كراكم بزيانين سمناكم قاعد تكونوا باخير وعلا خير فانما كنتو تمكت تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو دي اليوم اجيت ان شاء الله غدي نتقسم معاكم فاطائر الميقليات او مخنفار كيف ما بغيتو تسميوهم كي يجيو اكتر من رائعين خفافين مفشفشين لدادين بالسف ناجحين 100% كيفما كتلاحظوا معي في طريقة سهلة وبسيطة فاقبل ما نبديو الفيديو دينا كيفما العادة منسوف الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين كذلك اخواتي ما تبخلوش الياب واحد اللايك على الفيديو وانتوما كتفرجو واندوزو دبا المقادير والطريقة مع بادياتنا فبسم الله على بركة الله واحد الاناء وضعت فيه جوش كؤوس ديال سميدة ديال الحرشة بالنسبة لكيس انا عبرت بكيس ديال رايب كيفما كتلاحظو ايضا غدي ندير جوش كؤوس ديال دقيق الابيض وغدي نغرب لهم حتى هما ديال صافي بحال هكا من بعد غدي نزيد ملعقة صغيرة من خاميرات الخبز او خاميرات الفورية ملعقة صغيرة لعمرة ايضا غدي ندير الملح اللي كيبقى على حسب الدوق دير كل واحد ملعقة ومن بعد غدي نضيف ملعقة صغيرة اللي عمره مزيان من العسل اللي يمكن لكم تعوده ملعقة من السكر سكر سليدة صافي غدي نمسح دك الملعقة ديال العسل ومن بعد ايضا غدي نزيد واحد الزا خاميرات الحلويات من فئة ديال سبعة غراب صافي وغدي نخلط بحالكة بواحد الفوي هدي نواشف هادو مع بعدياتهم من بعد بنفس الكاس اللي عبرت به سميدة وعبرت به الدقيق هو اللي كان عبرو به الماء انتم ماء نفس الكاس كنديرو اربعات ديال الكيسان ديال الماء الدافئ ما يكونش سخون بزاف يعني يكون يلا يدافئ واحد شوية صافي غدي ندير في الاول ثلاثة ديال الكيوس من بعد غدي نخلط واحد شوية وغدي نزيد الكاس الرابع غدي نولي نذكر معاكم المقادير كما قلت لكم حتاجينا جوج ديال الكؤوس من سميدة الصفرة ديال الحرشة ايضا جوج كيسان ديال دقيق الابيض او الفورس ملعقة صغيرة من خاميرات الخبز ايضا ملعقة من العسل قبيصة ديال الملحة ايه خاميرات الحلوية من فئة ديال سبعة كرام وربعة ديال الكيسان ديال الماء اللي كيكون دافي مويمة دماء المكوينات لضفت شفاكة نجد المكسور ونأخذ الكاس ديال الخلط الكهربائي او 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 خدا اي خلط عندكم نسبي لهذا الخلط هذا غير نتحن نواف لا يتطعن نواف ندفع الى حبيبات ديال التقيق من خلطه غير بالفو ما كان حتى شي مشكلة غير ايضا الخلط تأكدوا ان الحبيبات ديال التقيق مبقى لكم نوع في الخالط صفى كان نتحن نواف جيد حتى مكيبقون حتي الحبيبات ديال التقيق بها الطريقة هذه نغطيه بشي حاجة ونخليه حتى يخمر هنا من بعد ما اختمر شوفوا معي كيصبح القوام دياله على هاد القوام هادا فشكيه خمر يعني كيزيديش دراسو كيقصح هنا غادي نهبط منو ذاك الخاميره وغادي ندوزو ان شاء الله مباشرة باش نطيبو الصافة هنا يا غادي ندير واحد الميقلات على النار كيما قلت لكم كنديرو الميقلات ديالنا على النار كنخليها حتى كتسخن ومن بعد كنحطو فيها فاطئر ديالنا او المخنفر صافي بها الطريقة هادي وهنا ايضا عندي الميقلات التانية حتى هي وضعها كتسخن كيفما كتلاحظو معي في الصورة هنا من بعد ما سخنت وتحمرت لنا بطبيعة الحال فاطيرة او المخنفر ديالنا صافي هنا كنهزها مباشرة وكنديرها في الميقلات التانية هانتوما محمرك يجي محمر على هالطريقة هادي صافي كنخليها تحمر على الوجه ديرها وبطبيعة الحال كنديرو حد اخرى بنفس طريقة نضيفها بالنسبة لدي الميقلات هادي كنضيفها جوج ديال المغارف كجيني هي هادي صافي بنفس الطريقة غدي نخلي هادي حتى كتتحمر وغدي نحيدها نحيدها وغد ندير الثانية بنفس الطريقة هانتوما هنهن بعد ما تحمرت نخلي واحد تكت تحمر من الوجه وفي طبيعة الحال حتى هادي راها محمرة من التحت غدي نحيدوها دابا وغدي نديروها في هذه الميقلات مهم هادي راها تالتة ديال الفطائر هادي الثانية اللي درت لحيت من الميقلات وهادي في الميقلات مهم عندي الحباء الثالثة تحمر هادي كلي في الميقلات حتى كتكون هادي ديال الميقلات ايضا تحمر سمجها ديالتحت مباشرة كنقلبوها وكنخليوها تتحمر بنسب لها الطريقة هادي يعني عملية يعني في الساعة كيتلقكم جوج ديال الميقلات يعني ما كياخدوش لي كوم مدة طويلة في الطيب في الساعة كيتكملوا الكمية صافي هنا بنفس الطريقة هادي موحدة كتتحمر على الوجه ووحدة كنديروها في الميقلات هنا بالنسبة لمخنفر ديالكم فش كي ديرلكم هادي الفوقاعد من الفوق كتعرفوا ان مخنفر ديالكم او الفطائر ناجحين 100% كنبقى غادية على نفس الطريقة كيفما كتلاحظوا كنحيد واحدة ممكن ولي نقلب الثانية بنفس الطريقة ممكن ولي نحط الخليط اللي تبقى لي كما قلت لكم جوج ديال المغارف كي يجيوني هما هادوك في هاد الميقلات انتوما هادا المغارف الاول وهذا ثاني ميب هنا غدي نزيدو حتى شوية هادي حيث هادي بقات اخر حبة صافي ما بقى ليش العاجين غدي نخليها بنفس طريقة حتى تتحمر وغدي نرجع معاكم ها هادا وشكي لنهائي ديالهم بعد ما طيب الكيمية ما شاء الله را خرجت لي ستا ديال الحبات والحبة السابعة كلوها مهم الحبة الاولى كلوها ولي داتي راكم عارف اللي ولدات الصغر سبعة ديال الحبات هاد الكميات هاد الكميات دي كتعطي وما شاء الله راو بكبار كيفما كتلاحظوا معا نجحين مية في المية بطريقة اللي سهلة وبسيطة كيجوا رائعا جدا يمكنكم تحضرون في طرقوتي ضيف ديال الغفل على شلا حيت في الساعة كيتحضروا مكياخدوش مدة طويلة وكيجوا رائعا جدا خفاف مفشفشين يمكنكم تاخدوهم هاكا مع عسيلة زبدة مربا على حسب اللي متوفر عندكم كيجوا بزوين ينصرها معا كل شي شوفوا معايا الخفا ديالهم هنا باش كتعرفوا ان المخنفر ديالكم الفطائر ديالكم عفو الناجحين هو انكم فاشكت قلبوا الفطائرة على القاعدين هاكا تلاحظوا فيها واحد واحد توقوب هاكا كتعرفوا ان الفطائر ديالكم ناجحين مية في المية مفشفشين وخفافين ولدادين بطبيعة الحال فانتمنى انهم يعجبوكم يجبكم فيديو ديال اليوم من الرجل المرحونا وكان يجب من في تشاهدكم هذا الفيديو لقد قدكتوا مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم مع لكم واشتراykوا فيها تشغلون الجرس باش قد وصلوا كل ما هو جديد ماتبخلوش عليوا بل لايكا لديلكوا وتعاركوهم زوين محفزة على الفيديو ولكن تلقين لكم رحبية بيكم في هاد القنات خطيط العسل مع الزبطال كومفيتير فرمج خطيط 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 نت vemos لا تنسوا بعد خطيط 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 شكرا جزيلا شكرا على متقال اشترك جزيلا شكرا لكم